موسيقى مساء الخير و اهلا بكم شاهدين و فقرة جديدة من عيش طح النهاردة فقرتنا احنا فيها هناخد كل الاسئلة والاستفسارات اللي انتوا بعتوها على الفيسبوك بيج لصفحة الدكتورة دعاء سهيل طبعا اكيد انتوا سألتوا على اسئلة كتيرة جدا جدا نتيجة لفقرات كتيرة احنا عملناها عن كورس الانسليم احنا حاولنا نهاردة ان احنا نجمع كل الاسئلة بتاعتكم او موظم الاسئلة دي علشان نجاوب عليها في استفادة اكتر ونتكلم اكتر عن كورس الانسليم ونعرف عنه معلومات كتيرة مع دكتور خالد احمد الغزالي استشاري انا بقيت الطبية بمنظومة خبيرة التغذية العلاجية دكتور دعاء سهيل سأل خير يا دكتور سأل نور اهلا بيك نور تي اهلا بيك ربنا بيك فيك نورك طبعا يا دكتور في اسئلة كتير جدا جت لنا على الصفحة او جت لك وعلى الصفحة بتاعتكم الفيسبوك واحنا حاولنا كده ان احنا نجمع مقتطفات لكن هي ايه بعض الاسئلة دي هي شاملة لكل حاجة اوكي يعني مثلا عندك اول سؤال في واحدة بتقول ان هي سنها 29 سنة وطنها 159 كويس عندها طفلين المفروض يعني وزنها المفروض ان وزنها يبقى كام ونظام التخصيص مع الرضاة كويس احنا لو قلنا ان هي كام قلنا 129 كام كين عندها 29 سنة ومية تسعة وخمسين وعندها 29 سنة ووزنها مش جايبها طب هي دي في الغالب في الغالب هيبقى وزنها حوالي 65 كيلو وده استحالة 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 ليه بنقول 65 كيلو بصوا حضرتك السيدات ببعد سن الولادة بيحصل حاجة اسمها ميجريشن وفاتس ميجريشن وفاتس يعني ايه ميجريشن وفاتس بتحصل ان هو فيه هجرة لدهون بتروح لمنطقة البطن سبب غير معروف كل السيدات بعد الولادة يقولك ده كرش لا ده مش كرش مفيش كرش بعد الولادة حتى بيقدروا ينزلوه بعد كده يعني بالتمرينات يعني عندك مثلا في اوروبا وكده يعني الناس اللي هم اللي عايزين ينزلوا البطن دي بيقدروا ينزلوها لانها فات وهنا ممكن بالمجموعة بتاعت الدكتورة دعاء سوهيل اللي هو المجموعة العناسيليم دي بنقدر ينزل بيها البطن بس مهم جدا وهي بتتصل بالكرس تقولهم يا جماعة لو سمحتوا انا بردع طفل ولا طفلين بتردع طفل اكيد يعني زائد ان انا عندي الضهون في المنطقة الفلانية عندها سمنة موضعية يعني اه عندها سمنة موضعية طبيعي بعد الولاد بيبقى في سمنة موضعية وما بحالتين في العالم وفي الدنيا كلها بيحصل migration of faith وساعة بعد الولادة للسيدات وبعد الموضوع اي طفل اللي كان عنده او اي حد كان عنده Richardson اللي هم اللي احنا المجاعة في المجاعات اول ما يبتدي ايأكل يعمل بطن اول ما يبتدي ايأكل سبحان الله ايه السبب ما حدش عارف أعرف كلمة ميجريشن يعني هجرة هجرة للدهون لمنطقة البطن بس هي متبقاش حوالين الأعضاء بتبقى هجرة للدهون خارجية زي ما تقول الجسم بيعمل ريزورفور لنفسه أو بيعمل بيحوش دهون زي ما الدهون دي بقى عشان الطاقة بس كده فهي دي ممكن جدا بتتصل بالمنظومة وبيبتدوا عملولها في معادلة بسيطة بس معناش كالكوليتر دلوقتي بنقول إن المعدل المعامل الكتلة بس أن الوزن على الطول مرتين أنت مسكرة الوزن بالكيلو جرام على ضعف الطول بالمتر بس الطول بالمتر بس هي تقلع لها القيمة ويتشوف وزنها قدي وعايزة تخس قدي هي بقى معنا السؤال الثاني هو مش سؤال بس هو شكر في طبعا سميحة من اسكندرية بتقول إن هي بتشكرها جدا يا دكتور خالد إن هي استخدمت معاك كورس الأنساليوم وده كان منتج أكتر من ممتاز هي كبيرة في السن عندها 65 سنة وكانت وهي يعني وهي بتصلي كان عندها مشاكل طبعا في الصلاة نتيجة يعني توصلت معنا على الفكرة توصلت معنا أوه ألم في القدمين وطبعا طلبت كورس الأنساليوم وبتقول إن هي خست وزنها بقى 80 كيلو أوه هي كان وزنها تقريبا حوالي 105 تقريبا هي مش مش فارق معاها هي إن هي خاصة لا لا مش مهم عندها بخاصة السنة بأوزناك كده بالضبط هي هي كان فارق معاها إن هي بإداراتك تقدر إن هي تتحرك الحركة هو إحنا بنقول السمنة الدهون اللي موجودة دي بتسجن الإنسان المسجون هل بيلوه حركة لوه خروج معين أو لنه مسجون يعني بيقولوا على المسجون دايما مسلوب الإرادة يعني هي مسلوب الإرادة ملوش إرادة ملوش مقدرش يعمل لو أعايزه السمنة برضو كده مثلا سي مثلا حضرتك مسحبي مثلا تتنططي مع اللي عنده سمنة يعني مش إنت اللي عنده سمنة بيتنطط مع أهل وبيعني روح بييجي لا يا أولاد أنا مش قادرة لفه في المول اللي عارفة لو بتمشي في المولات تلاقي ستات كده عندهم سمنة تلاقي معاعدين على السلالم المحل جايب لها كرس طب وعند أنت يا حجة والليس عندها 25-26 سنة وعند أنت هنا يا ماما وإحنا هنلف السمنة هنا عندها هي مؤثرة بالضبط كالحرة تكيط الرجبتين والضهر ما تقدرش تتني رجليها ما تقدرش تسجد السجود مش موجود هم بيعملوا إيه لما فيه سمنة جامدة البطن بتحشأ عن السجود غير الوزن بيأثر على المفاصل كل المفاصل تعرف اللي شايل الجسم الإنسان الرجبتين فطبعا الوزن الزيادة ده ده السمنة الخارجية بتأثر على كل ده غير السكر والضغط والكوليسترول والنسيان والكبد الدهني عدي 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 زي ما انت عايزة وانا اقولك السمنة بتعمله دي فدي طبعا برافو عليها بس انا عايزة برضو تخسش شوية كمان ليه للصحة العامة بقى شاء لو كان فيه ضغط ولو كان فيه كوليسترول لو كان فيه بتاع انا قلت لها كده لازم تخس تاني علشان ننزل الدهون اللي حوالين الأعضاء وهي فعلا يا دكتور بتسأل بتقول هي ممكن تاخدوا مدة قد ايه يعني هو كورس الانسيليم ده ليه مدة زمنية معينة وبعدين احنا بنقف يعني بنسبت بقى الوزن ونقف لحد كده لا عادي خالص ده انا بقولي اللي ما عندوش سمنة ياخدوا يعني حتى لو انا دلوقتي عم عنديش سمنة وكان فيه تاريخ للعيلة عندنا عنده سكر او ضغط او كوليسترول عالي لازم ااخدوا وانا هقول لحضرتك معلومة جميلة جدا بالنسبة للفايبرز اللي موجودة او للالياف اللي موجودة في الانسيليم نقول لالالياف دي نوعين نوع بيدوب في الميا ونوع ما بيدوبش في الميا الكوليسترول الكوليسترول اللي بيجي للناس كلهم هو الكوليسترول ده الخوف منه ايه هو الكوليسترول عمتا في جسمنا كله كويس الكوليسترول لما بيزيد بيزيد بيعمل ايه بيعمل انستات في الاوعية الدموية ببساطة جديدة اسمح لي طبعا يا دكتور انا وح على صفحة الفايسبوك لأي حد عنده اي سؤال او اي استفسار في منظومة كاملة منظومة الدكتورة دعاء سهيل خبراء في التغذية يقدروا ان هما يردوا عليكم على كل الاسئلة بتاعتكم والاستفسارات بتاعتكم حتى كمان لو اي حد عايز ان هو ياخد كورس الانا سيليم انتو تقدروا ان انتو تتواصلوا معاهم كرو كامل متكامل 24 ساعة بيرد على كل الاسئلة اللي انتو محتاجان تفضل يا دكتور على الصفحة الناس هتقول لي طبعا هنجيب الحاجة الزي اه هنجيب الحاجة الزي اه فبنقولك ايه في ناس دي مهمة جدا للي ما عندهمش حتى سمنة للي ما عندهمش سمنة في ناس بيبقى عندها الكوليسترول لما بيعلى في الجسم طبعا خطر جدا بيأثر بيترسب جوة الشعريين فبيبتدي يعمل لها انسداد مش هنقعد بقى نتكلم فيه الميكانيكية بتاعتها فده اللي بيحصل طيب في بعض الناس بيبقى عند رفيعين جدا وعندهم كوليسترول رفيعين جدا وعندهم كوليسترول كويس طب ده يعمل ايه ده فيه الكوليسترول قلنا انواعين نوع بييجي من الاكل ونوع بيجي منين جينات وراسة طيب كويس او لقوا العلماء الكلام ده سنة 2015 العلماء لقوا ان الالياف زي الالياف اللي موجودة في كورسة الاناسيليم كويس الالياف دي لما بتدوب الجسم بتتكسر الالياف بتتكسر فيها الياف ما بتدوب شو فيها الياف بتدوب اللي بتدوب بتتكسر بتتكسر لأحماض دهنية صغيرة جدا بتمشي في الدورة الدموية بتروح الكبد تخليه ما يعملش كوليسترول زيادة تمام اولة تاني نيس نولة تاني في ناس عندهم الكوليسترول نوعين حل نوع من الاكل الناس اللي قاعدة تاكل كتير بتدي دهون كتير بتحول تريجل سرايز كتير ومش عارف ايه المهم يعني كويس بتحول الكوليسترول عادي ميتين وستين وثلتمائة وثلتمائة وعشرين طب في ناس بتاكل قليل جدا بس عندها كوليسترول تلاير فايع كده عنده كوليسترول منين وراسي اه الوراثي ده يعني الكوليسترول بيبقى وراسة واحيانا كتير بيبقى جاني نتيجة الاكل كتير كويس طيب الكوليسترول الوراثي ده لغاية قريب ما كانش له حل كان حل الوحيد الادوية الادوية دي ما اكثر الاعراض الجنبية بتاعتها ما اكثر الاعراض الجنبية بتاعتها كويس لقوا أن الألياف اللي بتدوك في المية جاي اللي موجودة عندنا في الأناس motivate بتخلي بتتكثر في الجسم تلكتره في الأمعاء 참تص وتروح الدورة الدموية بتروح الدورة الدموية على الكبد كل الحاجة لازم معة دي لما تروح على الكبد، بتخلي الكبد يتخلص من الدهون الزايدة كولسترول سنز hard protein او الكولسترول الحميد الكولسترول الإنوائيان والغير الحميد الكولسترول الحميد نسبة الكولسترول الوراثية عنده تقل تمام حلو المعلومات دي جدا طيب بص يا دكتور طبعا اكيد احنا كلمنا على السمنة الموضعية وقلنا ان كمان كورس الأنسالين بيقدر انه هو يخلصنا من السمنة الموضعية دي طيب لو فيه مثلا ناس عندهم مشكلة في الأرداف والذرعين دي السمنة الموضعية دي السمنة الموضعية كورس الأنسالين ده لو هم اخدوه دايما هنا السؤال يعني ازاي هيشتغل انه هو يخصص المنطقة دندول المنطقة دندول فيهم ايه 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 زيادة لما موجودة دي ايه بس كده بسيطة احنا قلنا ان الاناسالين اعبارة عن كورس كامل متكامل لعني قلنا انه هو تلات حاجات لا التلات حاجات دول مع هما بدوش مف Mul 3 حاجات ما بدو مفقول خمس او 6 حاجات ليه لان احنا رما بنيجي نتكلم عن الاناساليوم كويس قلنا ان فييه حاجة بتقلل الشهية بتقلل الكالوريز اللي ده اخلا اقول اللي هي الايه السعرات الحرية اللي راحت بياخدها. خلاص اللي هي الجرسينيا. الجرسينيا دي قلنا لها حاجة تانية. انها بتكسر الدهون. اوكي. اوكي. ادي واحد. تانية حاجة قلنا بنزود النقط اللي بنجيب. بناخدها لها نقط ال ال كارنتين. ايوة. عارفة ال 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 كارنتين دول بياخدوه مين? اللي بيربوا وبيلعبوا كمال اجسام وبيلعبوا حديد وبتاع. اللي بيحبوها من العضلات. بتساعد تكوين العضلات. بياخدوه كميات كتيرة. انهم بعدين المص البالك تبقى كبيرة. الحجم العضلة. طيب احنا بنديها ليه? بتزود الحرق. بتنشط مراكز الحرق اللي موجودة في الجسم. زائد ان هي بتزود الكتلة العضلية. العضل هي كانت مستدامة ديحة بتشتكي من ايه? من ركابها ومن ظهرها. احنا بتقول عضلة نفسها. ليه? لان العضل هو اللي شايل العضل. اوه. تمام. فلما العضل ده يقوى? العضل يقوى يخلي العضل سليم. يفرد الجسم. احنا ايه? بصة حضرتك. لو ق الديسك كده. كده. مثلا كده. اللي ماسككم منبرة عضلات. ماسككم منبرة ايه? طب العضلة اللي ماسكاهم غسيبك من اللجم انتو الكرام اللي في جوة يعني. عملت كده. خلاص الواجع زيت. ليه? دي ضغطت على العصاب. تمام. كويس. فاحنا بنقوي العضلة فبالتالي بنقويها. بدل ما يقعد بقى يشيل حديد ويه لعن مش عارق احنا بنقوي للعضلة بمنتج طبيعي. تالت حاجة قلنا الفايبرز اللي موجودة فيه الاناسيليم. السليم والانانيس. دي بتعمل ايه بقى? تملى المعدة? خليك ما تحسيش بجوع قوي. تاني حاجة بتقلل الامتصاص السكريات والدهون. يبقى بتقلل الكالوريز اللي داخلة. تالت حاجة قلنا ان هي بتكسر. بتخلي الانسان تحافظ على آآ مستوى السكر في الدم. حتى لو عالي عندي. حتى لو مزبوط. مم. وإيه اللي بيحصل في الجسم يعني عمتا يعني. اصد هي موضوع السمنة ده. موضوع اسمه حاجة اسمه متابوليك ديس أوردر. متابوليك ديس أوردر. يعني اللي هو عملية الايد او التمثيل الغذائي مش مزبوط. اول محاضرتك بتاكل ايه بتاكل واجبة. من ذات الغداء. اكلتها كتير. نمتي. دلوقتي ايه اللي بيحصل? يرتفع السكر عندك. ينزل بعد كده ينزل الانسولين. طب والطاقة زي ده دي هتروح فين? انتي مسلا انكلتي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� يحرق كام? الخمسمية. طب والتلتمية اللي بقين هفضله في جسمك يدوره? لا مش هيدوره. ده الانسولين برضو هياخدهم يحاولهم لدهوم. لا احنا هنمنع عن الموضوع ده هنقلل الكالوريز اللي داخله. فبالتالي عمرك ما تحسي انك انتي البلاتوب بتاع الانسولين يبقى مزبوط. سقارك مزبوط. كولستروليك مزبوط. ضغطك مزبوط. فازن مفيش حاجة يعني احسن من كده. طبعا. حلوة حيطة ايوة الضغط دي بقى. لما ض ضغطك يبقى مزبوط. ده بيجي من الافترس. فضالي. سقالي يا دكتور. بشكلك موجوع عن الضغط قوي. اه لان بيجي بيجي عندنا اسئلة كتير جدا عن موضوع الضغط ده خصوصا ان يعني اي 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 حاجة بتتاخد الالتابلت او الحاجات دي كلها. ترفع ضغط. ليس يا ناس اكشن. وبتخلي البني ادم صاحي. وقل. وعنده عنده قرق. عنده قرق ما بينامش. وعنده صداع. وشعره بيقع. وشعره بيقع. وشعره بيقع وتحت عينه. ودبلانه. وكل حاجة. تخيل بقى كل الحاجات دي كمان يبقى يعني نضيف عليهم ان هو اصلا مريض ضغط. وضغطه عالي. هو كده خلاص ممنوع ان ياخذ الحروب دي. مدام ضغطه عالي. اه. ممكن يدخل في اه نزيف المخ. بالزبط كده. وممنوع. كورس الانساليوم. كورس الانساليوم. امن. كورس امن مية في المية وخارج من الارض من النباتات. نباتات طبية. وقلنا ان معاملية معالجة النباتات دي. عشان تخرج في الصورة دي. بتتم في فرنسا. مش بتتم في مصر. مش تقليل من مصر ولا حاجة. لكن هستبص حضرتك. لو انا هعمل مصنع هياخد لمصر بس 100 طن. كويس. غالي. طب انا باعمل مصنع في فرنسا بياخد 5.000 طن. 20.000 طن. هناك يبقى كلفة اقل من هنا التكلفة. فهي الموضوع تكلفة. مش موضوع قلة يعني خبرة عندنا بالعكس. احنا عندنا ناس محترمين جدا في موضوع النباتات الطبية. لكن الامكانيات هو عنده يقدر يجيب من السوق العالمي. انا مسلا هطلع سيليم هطلع عشرين الف طن. هقدر ابيعه. انت لو طلعت اتنين طن تلاتة طن هتبقى مفيد. بس دي النقطة الوحيدة ايه. انما هم بصراحة هناك عندهم الستريكشن جامد جدا ولازم الحاجة تطلع كويسة. زي دي نبتيج في مصر بتتحلل. ده دلوقتي كل دول العالم بقى احنا بقى نبقى نصدر بقى. يعني مفيدة مفيدة زينا في المنتج بيصدر بعد كده. نباتات الطبية. نباتات الطبية احنا عندنا عائلة من عائلات النباتات الطبية. من احسن عائلات النباتات الطبية في العالم بتتزرع لعائلة الامبليفري اللي هي فيها البقدونس والشبت وغزبرة. الحاجات دي احنا بنصدرها لعالم كله. طيب. فيه برضا دكتور من ضمن الاسئلة. الناس يعني عارفين ان فيه كورس اسم الاليسيليم وعارفين ان فيه منظومة كاملة خبرة تغذية. ممكن هما يساعدونا ويردوا علينا. بس دايما بيبقى طريقة التواصل هي اللي بتبقى صعبة. ام يعني دايما ايه مثلا انا دراسية انا لو واحدة اتخينة اه اسأل صاحبتي اللي اخدت الكورس وبالتالي هاخد الكورس دايها ومش هحتاج بقى ان انا اسأل وسط افسر واعمل ايه. طيب. بما ان دي حاجة على الانترنت وبيج انا بدخل اتواصل مع حد خبير تغزي. كويس. ايه هي الحاجات التعليمات او الاسئلة اللي انتو بتسألوها للبيشنت تخليه يقدر ان هو يتواصل معاكو وبالتالي يخص بطريقة مظبوطة اللي مش عارفين يعامله ايه. طيب احنا لما نيجي نتكلم على اقول لحضرتك على حاجة احنا دلوقتي اللي بيتنصل بياخد رقم التليفون انا بحييه اولا. لا بجد ليه. الف شكر. الف شكر. ليه 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 ليه. لانه اخد قرار. والقرار ده واخده لطريق صح. هنقول مثلا. حضرتك عايزة ترسافر اسكندرية. كويس. اسكندرية 250-260 كيلو. بس مستعجلة. قدامك طرئين يا طريق زراعي يا طريق صحراوي. انا راح اسكندرية. مم. ومستعجلة هتاخده انه طريق فيهم. صحراوي طبعا. مفهوش بلاد ومفهوش ومفهوش. يبقى انت قرارك هنا صح. انا ال 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 اصرار او القرار خدت انا راح اسكندرية. وعايز اوصل بسرعة. يبقى اعمل ايه? ههو طريق الصحراوي. مزبوط. طريق الزراعي احنا كلنا عارفينه عشان البلاد. والمطباط ومش عارفوا مين معدي ومين مش معدي. والكلام الفاضي ده. طيب. يبقى اذا انا لما بقول ليه بحييه لانه اخد بداية الطريق. مم. ومش اي طريق. ده ان شاء الله اخده الطريق الصح. ان شاء الله. اللي هيوصله بسرعة وهيوصله امن. طيب نصحتك بقى. نصحت. اول حاجة اول مدام خدت القرار. بتتصل على الارقام اللي بتطلع على الحلقة. بيتكلمك قولنا خبير التغزية ده هيبقى بتاعك انت بس. مم. يعني كل مرة حضرتك هتكلميني انا اللي ردت عليك هيبقى خالد كل مرة اللي هيرد عليك. مم. عشان يفضل هو اللي متابعك. مم. دكتوره على التليفون يعني مش اي يعني. اوكي. هيبتدي اخد منك معلومات بسيطة. هتعرف الجاوب عليها. ومش هيجي يقولك مثلا الكوليسترول عندك كامل النهاردة. طب روح ايس الكوليسترول وتعالى. لا خالص. هسألك مثلا السن. الوزن. الطول. كويس. الحالة الاجتماعية. بتفرق برضه في بعض الاحيان. بتسأل مثلا هل في امراض مزمنة. هل في انيميا. مهم جدا الانيميا في موضوع التخصيص. كويس. بس اسئلة بسيطة. ما فيهاش مش معتاجة. حاجات التخصيصية يعني. كويس. وبيبتدي يرسم لك البرنامج اللي هتمش عليه. هيديك الكورس الاناسيليم. هيقولك هتاخدي كزا. ومش هتاخدي كزا. واتمشي كزا. واسبوع الاولانة هتمشي مسلا سيه مسلا. هتاخدي كسين في اليوم. حسب وزنك. هتاخدي كابسولة مرة الصبح ومرة بالليل. حسب شرحتك في الاكل. اه هاتت مسلا التابلت مسلا اللي هو نقط بتاعت الااااا الالكارنتين. انا بتعب بسرعة عضلة مش شايلاني. جسمي مش شايلني. هيبتدي زود لك جرعته. ويبتدي يرجع لك تاني. دي ميزة انك انت بتتصل كل اسبوع. نزلت قد ايه. طب قالتي ايه. شربت ايه. الحقيقة دكتور. اه يعني الحاجة اللي خليتنا النهاردة. اه نتفاجأ ان كل الاسئلة او الكلام اللي جاي او حتى الاستفسارات اللي جاي كلها شكر. نعم احنا مش عايزين نزعها كتير. دي حقيقة فعلا كلها شكر في الكورس ده. لان فعلا الكورس ده قدر ان هو يسفل نجاحه بشكل كبير جدا. هو غير. غير كتير. طبعا اكيد. وحالات كتير جدا من ق قبل وبعد قدروا انهم يخصوا خمسين وستين كيلو. دايما كانت دكتور دعاء سويل. بس نبقى صابورين يعني برضو. انا مش عايز مثلا حد يقولي انا. اه كانت دايما بتقول كده فعلا. نبقى صابورين شوية. صحيح. نستحمل شوية. لان كنت ما تخنتيش في يوم وليلة. صحيح. وانا خسستك قولنا من غير اي اعرض جانباتي. وشكرك جدا يا دكتور خالد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كان معنا دكتور خالد احمد الغزالي. استشاري النباتات الطبية بمنظومة خبيرة التغذية العلاجية دكتور دعاء سويل. بكده مشاهدين تكون خلصت فقرتنا. استنونا فقرات مختلفة دايما من عيش صح.